أخبار الصباح اليومية ليوم 24 يوليو 2024 في غزة الأنروا إسرائيل حطت 80% من مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء ولسه ألاف الفلسطينيين بيهربوا من خان يونس 22 شهيد في رفح وخان يونس من بالليل للصبح بس محطات تحلية المية برى الخدمة ونقص شديد في الوقود والأكل القصف مستمر لمنازل في النصيرات ودير بلح ورفح مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بيطلب من الناس انتبرع بالدم وبيطلب إجلاء المحاصرين في الضفة الغربية قوات الاحتلال بتقطاحم طول كرم ونابلوس وقلينديا وسقوت شهداء وعدد كبير من الإصابات واشتباكات ضرية بين المقاومة وجيش الاحتلال في طول كرم وهجوم المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بحماية عسكري نتنياهو بينفي تشكيل مجلس حرب جديد وبيأكد أن إدارة الحرب بتتم من خلال الحكومة الحالية تأخير بداية السنة الدراسية في شمال الكائن المحتل فغانس بينتقد الحكومة على فشلها في التعامل مع التهديدات في الشمال وبيقول أن رئيس الوزراء ما استجبش للتحذيرات التي تقلقته من شهور عن الوضع في الشمال وأن هذا أثر على ألاف الطلاب والأسر يعيني وأن الحكومة الجاية هتواجه تحديات كبيرة في إعادة التأهيل إن شاء الله ربما تعرفت أهل وحكا ترجمة نانسي قنقر